ده كويس طبعا على قلع عرفنا فيه كوام للمنتخب مفهوم يعني وفيه كوام برا موجود يعني انت دلوقتي لما تبقاعد وتقول لي علي جابرة هيجي ويلعب ما يجراش حاجة أنا معاك فنيا في الماتشات دي علي جابرة اللي اشتغل جنبي ياسر ولكن حمود علاء وآيمن أشرف كانوا احتياطي فأنا مش واثق فيهم طب حطتهم ليه احتياطي عشان اجيب علي جابرة وابدأه وكلام كورة علي زي محمود زي آيمن يعني الثلاثة مستوى اي وحد فيهم هيلعب بس انا بقولك هيبتدي جنبي ياسر بآيمن أشرف دي نمره واحد عشان يقفل كمان ورا فاتوح لانه آيمن أشرف يا نمره اثنين علي جابر ونمره ثلاثة محمود علاء ورامي ربيعة موجود صحيح ده دخل انت فاهم بس رامي فرصته انه يبتدي انا بقولك يعني خمسين في المية ايمن وثلاثين في المية علي وعشرين في المية محمود علي بقى في نقطة في موضوع رامي وايمن هي اللي ممكن ايمن أولا وبعد كده رامي يعني لو مش علي جابر ايمن ممكن يكون ورقة كروش عشان هو كده ما عندوش واحد من المدفعين بيطلع بالكورة هو دايما بيحبي عنده واحد بيطلع بالكورة بيطلع بالكورة طيب تهمس له في ادنه تقول له ايه لو ابتدى دايما قشر اقول له بقى اقول له ما هو انت عارف وانا عارف ما ايه دا ايوه بلاش تهور بلاش انذارات في اول الماتش عشان انت بتدربك الدماغ المدرب بعد الربع ساعة نص ساعة دا خد انذار طب انا لازم اغيره فبتدربك له حساباته صحيح فبلاش تهور ايمن بلاش تاكلنج في التمنتاشر العب اللعب بتاع زمان اللي هو ما يتوصلش الكرة للعيب وخلاص لفلك اثبت على رجلك بتدفعش او خد واطلع خد واطلع دا النصيحة لا ايمن ارش ويا ما عمل ماتشات قويسة طبعا انما ماتشات الاخير لا في تهور جامد كل دي انذار حتى لما بينزل شوط التاني بياخد انذار فالمساك ما ينفعش ما ينفعش من اول ماتش او ياخد انذار انت فاهمني نفس الكلام المستوى قربال من الحكام الكروتو سريعة الكروتو سريعة قوي دي بالنسبة للاثنين او ثلاثة المستكين انا انا قلتلك